اليوم رح نعمل مع بعض حواوشي الحواوشي هي من الأكلات الشعبية المصرية وتشبه لحد كبير العرائس اللي بنعملها بفلسطين رح أحتاج لضمة بقدونس بصلة واحد فلفل حلو واحد فلفل حار اثنين تومي وكيلو لحمة وطبعا خبز بالخلاط رح أحط البصلة وحبة فلفل حلو ضمة البقدونس والفلفل حار واثنين تومي وححط مع براحل لأنه الخلاط عندي صغير بعد ما خلطهم إذا فيهم شوية مي بصف فيهم من المي وبحطهم على كيلو اللحمة وبخلطهم بتبّلهم مع الأصغير كوزبرة مطحونة ومع الأصغير بهارات مشكلة مع الأصغير بابريكا ومع الأصغير فلفل أسود نص مع الأصغير كامون ثلاثة ربع مع الأصغير هيل وملح ورشة إرفة بضيف ثلاث معالي أكبار معجون بندورة وبخلطهم بيدي بجيب الخبز إذا رغيف كبير بقسمه نصين وإذا رغيف صغير بفتحه من الطرف نص فتحة أو ثلاثة ربع فتحة وبحشيه بعبي لحمة بمسحهم بشوية زيت زتوني بدخلهم الفرن على حرارة 400 ممكن بعد ما تحمر من تحت نقلبها على وجه التاني حسب نوع الفرن وهيكو تكون جاهزة معي وصحتين وعافية